سؤال يطرح نفسه بعد كل هذه التفاصيل إذن ما العمل ماذا يعمل الشعي مع كل هذه الحقائق عليه أن يبحث عن هؤلاء مستعينا بتوفيق إمام زمانه إمامنا الصادق في رواية التقليد أعطانا ضمانا لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لا يتركه في يد هذا الملبس الكافر الحديث عن المرجع الشعي الضال الذي هو على منهج الطوسي فإن الله لا يتركه في يد هذا الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب فعلى الشعي أن يتوجه إلى إمام زمانه كي يرشده بتوفيق من إلى هؤلاء الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين أقرأ عليكم من مفاتي أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 148 رقم الخطبة 150 أمير المؤمنين يحدثنا عن صاحب الزمان من أنه في سترة عن الناس والسترة هي الغيبة لا يبصر القائف أثرة ولو تابع نظرة ثم ليشحذن فيها في هذه السترة في الغيبة ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل والقين هو الحداد ما الذي يجري عليهم تجلى بالتنزيل أبصاره ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح يغبقون عند المساء يسقون الحكمة صباحا ومساء مثل ما يتوقعون الفرج صباحا ومساء هذا هو فرجه توقع الفرج صباحا ومساء هذه القلوب المخلصة التي تتواصل مع إمام زمانها صباحا ومساء يتواصل معها بحكمته يسقون يسقون كأس الحكمة صباحا ومساء على الشيعي أن يبحث عن هؤلاء يلجأ إلى إمام زمانه ويطلب من إمام زمانه أن يرشده إلى هؤلاء هؤلاء الذين هكذا وصفهم أمير المؤمنين تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح مراجع النجف وكربلاء يعلمون من عند أنفسهم والقريبون منهم يعلمون أحوال مراجعهم من أنهم أبعدوا ما يكونون عن هذه الأوصاف فمراجع النجف وكربلاء هم الأبعد عن هذه الأوصاف يعلمون ذلك من أنفسهم والقريبون منهم يعلمون ذلك منهم وهذا يدل على أنهم ليسوا نوابا لصاحب الزمان هؤلاء كذبون دجالون هؤلاء الذين يوصفون بهذه الأوصاف هم القريبون من صاحب الزمان إذا كان السؤال ماذا يعمل الشيعي علي أن يتوجه إلى إمام زمانه كي يوفق لتطبيق هذا القانون بحقه أن يطبق الإمام القانون بحقه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي على المنهج الطوسي وإنما يقيض له مؤمنا كي يقف به على الصواب من هؤلاء تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح إن لم تكن الأبواب مفتوحة للشيعي في هذا المجال وكانت مغلقة بوجهه لأي سبب من الأسباب فالأسباب كثيرة والأوضاع معقدة فعليه أن يتمسك بالعمودين بالكتاب والعترة فقط وأن لا يذهب إلى أولئك المراجع الذين لا يتمسكون بالكتاب والعترة وإنما جعلوا الإجماع ثالثا وجعلوا العقل رابعا وهو القياس وهو القياس الملعون حتى حينما تحدثوا عن الكتاب تحدثوا عن الكتاب الذي يفسرونه وفقا للمنهج العمري وليس وفقا لمواثيق بيعة الغدير وحينما تحدثوا عن السنة فلقد تحدثوا عن الأحاديث التي يقبلونها ويرفضونها وفقا لعلم الرجال الناصبي الذي يحرم استعماله في استنباط الأحكام الشرعية لأنه ضلال مثل ما بيّنت لكم ذلك من حقائق القرآن في الحلقات الماضية هذا هو قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليه إذا ما ذهبنا إلى سورة المعارج وإلى الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة وما بعدها والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون هذه الشهادات جمع وأقل الجمع ثلاث شهادات إنها شهادة التوحيد وشهادة النبوة وشهادة الولاية في مستوى واحد قائمون قائمون بهذه الشهادات فلا يقال للأولى واجبة وللثانية واجبة وللثالثة مندوبة قائمون بدرجة واحدة لا أريد أن أفصل في القول هنا يمكنكم أن تعود إلى الحلقات المختصة بفقه الشهادة الثالثة في برامج وأحاديثي والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون القضية واضحة فأين يأتي ذكر الشهادة الثالثة إنه في التشهد الوسط والأخير علة تشريع الصلاة أقرأ عليكم من علل الشرائع للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة الجزء الثاني الباب الثاني العلّة التي من أجلها فرض الله الصلاة هشام بن الحكم يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن علة تشريع الصلاة وفرضها إمامنا يقول إمامنا الصادق يقول وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه يذكرون محمدا وحينما نذكر محمدا فإننا نذكر آل محمد يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفل عنه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفل عنه وينسوه فيندرس ذكره فعلة التشريع هي هذه أن نديم ذكر محمد وآل محمد علة التشريع أن نديم ذكر علي وآل علي فكيف يكون ذكر علي مبطلا للصلاة إذا كان أصل التشريع هو هذا أصل تشريعها كي نديم ذكر علي وآل علي كي نديم ذكر محمد وآل محمد ذكر محمد هو ذكر علي وذكر علي هو ذكر محمد صلى الله عليهما وآلهما إذا كان تشريع الصلاة هو هذا فكيف يكون ذكر علي مبطلا للصلاة لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا الموضوع لقد تحدثت بشكل متفصل لقد تحدثت بشكل مفصل وواسع وعريض في هذا الموضوع يمكنكم أن تعود إلى الحلقات المختصة به في الكهف الشريف وهذا هو الجزء الثالث من الكهف الشريف وطبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة 324 من الباب المرقم 196 إنه الحديث الثاني عن بكر ابن حبيب إنه الحديث الثاني عن بكر ابن حبيب قال قلت لأبي جعفر للإمام الباقري صلوات الله عليه أي شيء أقول في التشهد والقنود قال قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس ليس هناك من ذكر محدد قل بأحسن ما علمت وأحسن ما علمنا ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه الذي يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نزين مجالسنا به زينوا مجالسكم بذكر علي فكيف لا نزين صلاتنا بذكره صلوات الله وسلامه عليه قل بأحسن ما علمت وأحسن ما علمنا ذكر علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أريد أن أطيل عليكم هذا هو القطرة من بحار مناقب النبي والعترة لأحمد المستنبط وهذه الطبعة طبعة مكتبة نينواء الحديثة طهران إيران صفحة مئتين وواحد وعشرين رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تشهد الصلاة جاء في هذا التشهد وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمد نعم الرسول وأن علي نعم الوصي ونعم الإمام اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخر ما جاء في هذا التشهد قطعا بداية التشهد بسم الله وبالله والحمد لله إلى آخره مع ذكر الشهادة الأولى والشهادة الثانية وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمد نعم الرسول وأن علي نعم الوصي ونعم الإمام نذهب إلى فاصل عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت في ذاك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقط طال فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقت وفي الفقه الرضوي فقه إمامنا الرضا وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صيغة التشهد في الصفحة التاسعة والأربعين وما بعدها صيغة طويلة تبدأ بسم الله وبالله والحمد لله إلى أن نقول في صيغة التشهد هذه عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب نعم المولى ونستمر في التشهد إلى أن نقول اللهم صلي على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسني والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين ثم يصلي الشيعي على إمام زمانه إن كان في زمان الإمام الرضا فهذه الصلاة عليه وإن كان في زمان الحجة بن الحسن فهذه الصلاة على الحجة بن الحسن هذا هو تشهد الصلاة برواية إمامنا الرضا اللهم صلي على نورك الأنوار وعلى حبلك الأطوال وعلى عروتك الأوثاق وعلى وجهك الأكرم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أنت حينما تقول هذه الكلمات تتوجه إليه وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط اللهم صلي على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار إلى أن تقول في ختام الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين السلام علينا وعلى عباد الله الصالح صيغة طويلة لا أجد مجالا لقراءتها وإنما أشرت إلى العبائر التي ذكرت أمير المؤمنين وذكرت الزهراء والأئمة المعصومين هذه نصوص مروية في كتبنا يضحكون عليكم هؤلاء المراجع ويقولون لكم من أن الصلاة توقيفية ومن أن التشهد لا بد أن يكون بهذه الصيغة الشافعية هذه صيغة شافعية الشهادة الأولى والثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد وردت في رواياتنا لكنها جاءت بلسان التقية وفقا للمذاق الشافعي والطوسي هو الذي اختارها لماذا لم يختر الطوسي هذه الصيغ و هناك صيغ أخرى كثيرة لماذا لم يختر غير الصيغة الشافعية لأنه شافعي لأنه شافعي هذه هي الحقيقة ما هذه صيغ وردت عن الأئمة صلوات الله عليه لماذا مراجع النجف لا يختارون هذه الصيغ على الأقل لا يقولون عنها واجبة من أنها مستحبة هم يمنعون ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير حتى بنحو الاستحباب وإن كان ذكر علي بنحو الاستحباب أكبر إساءة لأمير المؤمنين هذا بالضبط كالذي يدخل على اثنين يسلم على الأول سلاما مفصلا والثاني بنفس المنزلة لا يسلم عليه بنفس الطريقة ويشعره من أنه دون ذلك علي هو نفس محمد ومحمد هو نفس علي صلى الله عليهما وآلهما وشهادة لعلي هي شهادة والشهادة لعلي هي شهادة لمحمد والشهادة لمحمد هي شهادة لعلي صلى الله عليهما وآلهما هذه الفتوى واضحة من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل إمامنا الصادق يقول فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقول علي أمير المؤمنين في الصلاة وفي غير الصلاة فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقول علي أمير المؤمنين المضامين واضحة وصريحة جدا أما سؤالكم ما هي الحكمة في عدم الإشارة إليها نحن لا نملك مستندا حتى نقول من أن الإمام الحجة لم يشر إلى الشهادة الثالثة في توقعاته أو في لقاءاته لأننا لا نملك من التوقعات إلا القليل ولأننا لا نحيط علما بكل اللقاءات وإذا كنتم تسألون عن إشارات فقد وضعت الإشارات بين أيديكم قبل قليل حينما قرأت عليكم من زيارة آل ياسين وقرأت عليكم من دعاء الندبة الشريف وقرأت عليكم صيغة دعاء التوجه في الصلاة الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام وقد جاء في توقيع من التوقعات الشريفة وأعتقد أن الحقائق التي طرحتها لكم فيما جاء في سورة المعارج أو في النصوص الحديثية الأخرى تفريعا على رسالة إمام زماننا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا فطريقة الاستنباط عند مراجع النجف وكربلاء طريقة شافعية تقع في هذا الحد في حد إنكارهم صلوات الله عليهم وأنا استنبطت لكم من خلال معارفهم من خلال كتبهم من خلال حديثهم بشكل إجمالي إذا أردتم التوسع فعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع فقد فصلت القول فيها تفصيل وإذا افترضنا من أن الإمام لم يتطرق بشكل مباشر إلى هذا الموضوع فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يتطرق أيضا بشكل مباشر إلى ما هو أعظم من هذا إلى بيعة الغدير بكل تفاصيلها وإنما وردت الإشارات إليها إجمالا مثل ما أشار إليها في الرسالة الأولى التي بعث بها إلى الشيخ المفيد أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع فهذا موضوع كبير ووقت الحلقة صار طويلا لكنني أقرأ عليكم من الكتاب الكريم إنها الآية التاسعة والسبعون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ذرأنا خلقنا معنا من معاني ذرأنا خلقنا وأوجدنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الآية هكذا تقول من أن الله هو الذي ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس هذا هذا الأمر يأتي عبر الأسباب أب الله أب الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها فحينما تقول الآية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس عبر الأسباب لا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد خلقهم من البداية لجهنم هو عالم بذلك لكن الأمور تجري عبر الأسباب وكذا فإن الأمور تجري في زمان الغيبة مع إمام زماننا عبر الأسباب مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا عملية التقييض عملية أسباب تجري عبر الأسباب الهداية كذلك تجري عبر الأسباب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هكذا حدثنا عن الانتفاع منه زمان زمان غيبته إننا إننا ننتفع منه كانتفاعنا بالشمس إذا ما جللها السحاب وَأَمَّا وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاعِ بِي فِي غَيْبَتِي فَكَالْإِنْتِفَاعِ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيَّبَتْهَا عَنِ الْأَبْصَارِ السحاب إنها الأسباب هذه هي الأسباب حينما يقول في التوقيع نفسه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا إنها الأسباب فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم حينما نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك عبر الأسباب نقرأ في أدعية شهر رمضان أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه هذه هي الأسباب هناك أسباب للهداية وهناك أسباب للضلال هناك أسباب للتفقه وفقا لما يريد إمام زماننا وهناك أسباب للضياع والانتكاس وفقا لفقه الشافعي مثل ما يفعل مراجع النجف وكربلاء اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وآمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشيائه وأوليائه وشركائه وشركائه وجميع مكائده ومثل ما هنا في اتجاه الضلال هناك أيضا في اتجاه الهدى أبو الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها وهذه هي الأسباب أنتم تبحثون عن موقف لإمام زماننا ما كل هذا الكلام هو كلام إمام زماننا ما هذا هو دينه وهذا توفيقه وهذه هدايته أتمنى أن يكون الجواب كافيا ووافيا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله